هند بلندر تورنيدو الفوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعليه صحبه وسلم ان شاء الله في الحالة دي نستعرض مع بعض الهند بلندر تورنيدو الفوت بيبقى عليهم عارض وعليهم قسم في الساعة ان شاء الله نستعرضهم مع بعض وفي جهاز فيهم جميل جدا نستعرضهم مع بعض بإذن الله وعن قلو المواصفات بتاعكل جهاز فيهم ويلا بينا نبدأ على بركة الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله واول هند معنا ان شاء الله ده بيبقى هند فراضاني سعره 585 ده معلوش عرض في السعر ولكن احنا بنستعرضو له في خلال الحلقة ده بيبقى قوة 1000 وط بيبقى فيه سرعتين سرعة العادية والسرعة التيرمو الاسلحة بتاعته بتبقى مصنوعة من الستلستيل بلد المنشأ بتاعته التركية والضمان سنة شركة تشيبا العربي وده بيبقى تصوميت ميلي اللي هو الكاس اللي معاه طبعا ده بيبقى هند فراضاني معهوش حاجات تانية اما ده العرض باللي احنا بنتكلم عليه ده بيبقى برضو الهند الفراضاني اللي احنا شفنا الاولاني ومعه الكبة ومعه المضرب البيض ده سعره 765 جنيه وعليه قصم بيوصل ل650 جنيه طبعا ده بيبقى سعر كويس جدا الاولاني يعني فرقه ما بينه ما بين الاولاني حوالي 65 جنيه ولكن هناخد معاه كبة بقوة 1000 واط ومعاه برضو مضرب بيض قوي جدا برضو بقوة 1000 واط فده عرض ما يتفوتش وسعر ما يتفوتش طبعا الاسعار دي بتبقى عروض مش ديركتور السنة فقاليت ان احنا نستفاد منها على قد ما نقدر طبعا حتى لو مش هنستخدمه الكبة والمضرب البيض فال65 جنيه مش مبلغ قصود ان احنا نستخدم او يبقى معا عندنا الحاجات ديات احتياطية في البيض لو حابين نستخدمها في اي وقت من الاوقات اما العرض اللي بعدين ان شاء الله فبيبقى برضو هند بلندر تورنيدو 1000 واط ده ببعا بيبقى معاه السرعة العادية والسرعة التيربو طبعا بيبقى معاه اسلحة سككين وباش عشان نقدر نقطع بيها الحاجة ترنشات ونعمل بيها تزين للسلطة الاسلحة بتاعته تبقى مصنوع من الستالي ستيل ومعها الدوراء اللي هو 900 ميلي ومعها المضرب البيض طبعا بلد المنشأ تركيا والضمان سنة ده سعره 1185 هو في حد ذاته السعر ده كويس جدا وعليه عرض عامل 1000 جنيه طبعا العرض ده والعرض اللي قبليه ده عرضين ما يتفوتوش لاي حد عاوز اي هند بلندر او كبه بقوة الالف وط طبعا بالنسبة للسعر ده وده حاجة ممتازة جدا وبعدين شركة ترنيدو وشركة تشيبه العربي فطبعا الماركة مش قليلة والسعر طبعا ممتاز مقارنة ما بين الماركات التانية اللي هي الكوالات بتاعتها والجودة بتاعتها بتبقى قليلة فده طبعا يعتبر حاجة ممتازة جدا وحاجة جميلة جدا للي عاوز حاجة بقوة الف وط والسعر كويس الف جنيه دلوقتي بالنسبة للأسعار اللي هي موجودة في السوق يعتبر مبلغ كويس جدا جدا يعني كمان مقارنة ببراون بردو دلوقتي سعره معادي مبلغ عالي او اللي هو الالف وط لو احنا عايزين حاجة الف وط فنصيحة يعني تلحقوا العروض دي وتلحقوا تاخدوا حاجة زي كده عشان انتوا اولى بفرق السعر ده وطبعا العروض دي ما تبقاش دايرك احنا في شهر يناير الفين واحد وعشرين فانتوا اولى بفرق السعر واولى بالاسعار دي يعني العرض المستمر لحد امتى الله اعلم حسب شركة تشيبة ما تحدد او حسب الكمية ما تخلص ده برضو ريفيو عن شاشات سوني وفيه برضو عروض تانية على شاشات تشيبة وفيه عروض على تلاجات تشيبة برضو وطلاجات الشرب ان شاء الله احسبها لكم في صندوق الوصف قيمة باسم الاسعار باختصار اتلاقوا فيها كل العروض دي بالتفاصيل بتاعتها واحسب لكم برضو قوائم بانواع الاجهزة كلها للتلاجات والغسلات والبتجازات تقدروا تخش وتفرجوا عليها عشان تستفدوا منها وتبقوا عندكم معلومات عن الاجهزة من قبل ما تنزلوا تشتروها وتبقوا عارفين التفاصيل بتاعتهم وعارفين كل حاجة عنهم طبعا لو اول مرة تشاهدونا ياريت تشرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على وضع الكل وياريت عمل لايك عشان الفيديو يوصل الى اكبر على المشاهدين وعمل زرار الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته